لو بتذاكر موضوع معين على يوتيوب فخليني اقول لك كده على حاجة بالذكاء الاصطناعي هتخليك تفهم الموضوع بسرعة. لو مثلا افترضت ان اتفرج على الفيديو ده واللي مدته تسع دايق ونص. وانا عايز اخد فكرة عنه بسرعة قبل ما اتفرج على الفيديو كله. فكل انا محتاج اعمله اروح للذكاء الاصطناعي وقول له رخصلي الفيديو ده. بس الموضوع مش بالبساطة دي احنا محتاجين حاجتين هنا. اول حاجة ان احنا محتاجين نجيب الترانسكريبت او النص بتاع الفيديو. فعلشان اعمل ده هستخدم دي واللي اسمها يوتيوب ساماري وشات جي بي تي. دلوقتي لما اسطابها هيظهر لي العلامة دي عندي. هروح هدوس على السهم اللي تحت ده. هيجيب للترانسكريبت وكل اللي انا محتاج اعمله اعمل كوبي ترانسكريبت. دلوقتي هروح لشات جي بي تي وهنا ممكن استخدم اي موديل من دول. ممكن استخدم جي بي تي فور مسلا. وهقول له سامارايز this video topic for me. وبعد كده هديله based وهي هبدأ ان انا اعمل انتر. زي ما احنا ملاحظين بدأ ان هو يديني خلاصة الفيديو ده وطبعا هو هنا بيكتب لغة الانجليزية. لو انا عايزه يعمل ده باللغة العربية فممكن اقول له سامارايز this video in Arabic فور مي ترجمها لي باللغة العربية او حتى ممكن اكتب له بالعربي وقول له ترجم هذا الفيديو الى اللغة العربية او اللغة العربية. طبعا انت برضو دلوقتي بقى عنده المحتوى ده تمام. اه فانا ممكن اسأله يعني معلومات عن المحتوى نفسه. ممكن اقول له explain sell division for me based on this فيديو. فانا بسأله سأقول له وفقا للمحتوى اللي فوق مش بشكل عام. فهيقول لي وفقا للمحتوى ده السيل بيولوج هي واحدة اتنى ثلاثة. فانا ابقى اعارف المحتوى بتاع الفيديو ده بتكلم عن ايه. وبعد كده لو لقيت والله مناسب لي ممكن ابدأ ان انا ادخل في الفيديو واتفرج عليه. طبعا ده ممكن مبقاش مفيد قوي في حاجة زي عشر دائل. لكن انت خلاه محاضرة طويلة او كورس كامل وانت عايزوا يلخصو لك. علشان تكرر تاخد هذا الكورس او لا. فساعية هنا ممكن يكون موضوع قوي جدا. طبعا شاتجي بيتي موجود بشكل مجاني. لكن لو لاي سبب من الاسباب انت مش قادر تحصل على شاتجي بيتي يعني تعمل حساب لاي سبب. فانا هسيب لك تحت في الغصف بتاع الفيديو ده. رابط لمقال احنا بنحط هناك اكاونتات مجانية تقدر انك تروح تستخدمها. فالاكاونتات دي كل انت محتاج تعمله. وتبدأ انك تستخدمه بشكل مجاني. غير كده ممكن تستخدم بداء اللي شاتجي بيتي واللي اتكلمنا عنها كتير على القناة. منهم مثلا رايتر وشاتجي بيتي متاح داخل رايتر مباشرة. بس اللي ممكن يواجهة كم مشكلة هو انك تقدر تدي له تيكست طويل زي ده. فساعية هتضطر انت تدي له يعني جرعة كده وبعد كده تبدأ تسأله وفقا للمحتوى اللي معاك. انا حسام الدين حسن ودي كانت لو عايز تعرف اكتر عن ذكاء الاصطناعي وازاي تستفيد منه هكون مبسوط جدا لو اشتركت في القناة. ولو عايز تعرف اكتر عن استخدامات شاتجي بيتي وازاي تستفيد منه في حياتك. سواء الجديدة اللي هي الموديل بتاع او بشكل عام شاتجي بيتي او بكال الصناعي بشكل عام. فحسب لك الرابط بتاع السلسلة هنا او هنا وبرضو في الوصف بتاع الفيديو. طبعا لو كان عندك اي سئلة او حاجة معينة حبيب انك يعني تعملها فاكتب لي تحت لو كان عندي معرفة ان شاء الله هقول لك. ولو معرفش هحاول لانا ابحث وارد عليك فاورب وقت.